من قناة السعودية أنتم تشاهدون برنامج شارع السعودي معنا صلاح الغيدان السلام عليكم أكيد أنك سافرت بر على طرقات المملكة اللي يسافر منكم و شاف مسجد نظيف مرتب في صابون في عامل ما يفارق دورات المياه الفرش حلو المكيفات في كاميرات في رقابة فاعلم أنه من الجمعية اللي حنستضيفها الليلة ولكن إذا شفت مسجد متهالك لا يمثل رؤية 20-30 ولا يمثل السعودية ولا يمثل نظافة الإسلام و أخلاق المسلم فهذا فعليا فرصة لك و بدأ دورك في هذه اللحظة إن كنت تاجر و إن كنت عندك جوال و إن كنت مشهور و إن كنت عندك محتوى بأي طريقة لو تأخذ أجر فقط أنك دليت الجمعية عليه الدل الجمعية عليه عشان ينضم هذا المسجد إلى 210 مساجد 210 مساجد تخيل على 19 طريق طريق الشرقية و طريق الجنوب و طريق تبوك و طريق كذا و تكسب الأجر و في نفس الوقت نرسم الصورة الذهنية المميزة عن المملكة العربية السعودية بما تستحق القطاع الثالث اليوم اللي هو القطاع الربحي قاعد يقوم بدور جبار بتمكين من الحكومة و بدعم مادي من القطاع الثالث عشان يحققون 5% من إجمال الناتج المحلي بحلول عام 2030 قبل نبدأ الحلقة و الراحب بالضيف خلونا نشوف هذا التقرير و نرجع جمعية العناية بمساجد الطرق هي جمعية أهلية غير ربحية تعمل على بناء و ترميم و صيانة و تشغيل المساجد الواقع على الطرق في جميع ناحاء المملكة تهدف الجمعية إلى تحقيق رؤية تتمثل في جعل مساجد الطرق ذات جودة مستدامة تليق بمكانتها تعمل الجمعية من خلال شراكة متميزة و فعالة لتحقيق رسالتها و هي العناية المستدامة بمساجد الطرق من خلال تجهيزها و صيانتها و تشغيلها الجمعية هي عبارة عن كيان أهلي جمعية خاصة معنية ببناء و صيانة المساجد و ترميمها أيضا و يعتبر نشاطها الرئيسي هو صيانة و تشغيل المساجد في جميع نحاء المملكة على الطرق السريعة أو أيضا الطرق الفرعية و معنية بعملها بشكل أساسي اللي هو صيانة المساجد توفير العمالة و توفير المواد و أيضا توفير المستهلكات و الأدوات و أيضا القيام بالعمليات الصيانة الدورية و يتم هذا من خلال معايير و مواصفات معتمدة لدى الجمعية و لضمان الامتثال لتطبيق هذه المعايير و المواصفات يتم ذلك من خلال غرفة مراقبة و أيضا زيارات ميدانية للمراقبين و يتم ذلك من خلال خطط شهرية للرقابة عن طريق مختصين للرقابة من خلال مركز المراقبة في مدينة الرياض على مدار الساعة سبع أيام في الأسبوع و لله الحمد هذا الأمر بدأت فيها الجمعية من 2017 أدى بفاعلية و كفاء و لله الحمد لرفع مستوى الجودة و التعاون مع الجهات الأمنية في الحفاظ على السلامة الممتلكات و الأفراد في المواقع و المساجد في جميع أنحاء المملكة ببناء ما يقارب خمسين مسجدا بأعلى معايير الجودة و بكافة الخدمات و التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة من ممرات و دورات مياه و مواقف خاصة بهم لتهيئتها لمستخدمين المساجد من مرتدي الطرق بالإضافة إلى قيامها بصيانة وتشغيل و نظافة ما يزيد من 210 مسجدا على مدار الساعة موزع على ما يقارب 30 محورا وتنفيذ نظام رقابي مكثف على مدار الساعة باستخدام الكاميرات لضمان أن تكون مساجد الطرق مكانا يليق بسمعة المملكة و مكانتها الدينية و يخدم المسافرين و مستخدمي الطرق الشارع السعودي فادي مسر أهلا بكم و رحب بمن أنضم معنا في الاستوديو هو الأستاذ ناصر در أيها من المدير العام لجمعية العناة بمساجد الطرق أستاذ ناصر أهلا و سهلا بك الشارع السعودي أهلا بك أكثر مطلعا و مشاهدين الكرام أحلى الحلقات هي مع القطاع غير الربحي الله يرضى أهلا بك أهداف نبيلة الحمد لله الأهداف اليوم تتعلق بخمس فروض يصليها المسلم يوميا و أنتم تعتنون بالمساجد على الطرق خل الجمعية على جنب و أريد أن أبارك لكم بفوزكم في آخر احتفال في إحسان استهلون الله يبارك فيك أبو طلال و هذا فضل الله عز وجل ثم الدعمين للجمعية و أيضا دور منصة إحسان الاحترافي و الدعم الكبير الذي تتلقاه الجمعية من المركز الوطني لتنمه القطاع غير الربح و لله الحمد و ما كانت الجائزة؟ طبعا الجائزة كانت هي النسخة الأولى من جائزة منصة إحسان للجمعية الرائدة التي تميزت في تقاريرها المالية في خدمة المستفيدين في الرفع يعني الناتج المحلي و أيضا أسهمت بشكل كبير في عكس الصورة المتميزة للمنص بفضل الله ممتاز استهلون مساجدنا على الطريق كيف بدأت فكرة الجمعية؟ والله الجمعية بدأت من معاناة يجدها المسافر من المواطنين و المقيمين و الزوار يجدون أرقى و أجمل الخدمات في الحرمين الشريفين إلا أن المعاناة كانت مستمرة على مدى طويل في الطرق السريعة فالمسافر برا دائما يتذمر من مساجد الطرق و المرافق التابعة لها بل لجأ البعض إلى أن يصلي في البر أسلم له منه يصلي في مسجد قد يجد ما يسوءه أو ما يكدر عليه صفوة الرحلة و متعتها فنشأت هذه الجمعية بمبادرة من قبل المواطنين وفقهم الله عز وجل لهذه المبادرة المتميزة بإنشاء لجنة تهتم بالمسارد على الطرق السريعة تعمل على مسارين إيجاد نماذج متميزة أو تحريك المياه الراكدة لأتحالف مع الجهات هذا كان تقريبا في عام 2014-2015 ثم انطلقت كمؤسسة بفضل الله عز وجل في عام 2017 الميلادي و كانت على مستوى المملكة بينما كانت لجنة على مستوى الرياض فقط و كان هدفها العناي بالمساجد على الطرق السريعة من حيث التشغيل و الصيانة و ما يلزم من تأهيل لكن على أرض الواقع وجدنا أن هناك مساجد تحتاج إلى إيجاد نماذج متميزة ندعو الشركات المؤهلة ندعو المتبرعين المانحين إلى أن يرون أفضل التجارب في تصميم المساجد وبنائها و أطلقنا مشروع أو مسار بناء المساجد على الطرق السريعة بالإضافة للسرعة والتشغيل و إعادة التأهيل متاز الآن أريد أن نحكي على دوركم يعني مسجد كان متهالك لمسة الجمعية الجمعية طبعا هي تقيم حالة المسجد و قبل ذلك تقوم بعمل مسح على المحور المستهدف فعلى سبيل المثال كانت بداية الجمعية أهم طريق يربط بين الحرمين مكة المدينة و أيضا يربط بين العاصمة و مكة المكرمة الرياض مكة المكرمة فنقوم بعملية مسح متكاملة على الطريق عدد المحطات المحطات و مرافقها تفاصيل لخدمات المحطة و نقيم حالة المسجد في ثلاث أحوال إما أن يكون يحتاج تشغيل و سيانة مباشرة أو يحتاج إعادة تأهيل اللي هو الترميم أو يحتاج إعادة بناء فيه دم المسجد و يبنى من جديد أحيانا يحتاج إلى التوسعة لكثرة المرتدين و خلافة فهذا الدور الجمعية تقوم باستقطاب أو عفوا تقوم بإدراج هذا المسجد لديها في إحدى هذه المسارات ثم يكون رافض لكثير من المسافرين لأداء الصلاوات الخمس و أيضا حتى غير المسلم الذي يحتاج إلى مرافق المسجد و لي الله الحمد طيب الخدمات الداخلية التي أنتم بتسوأ أنا أرى فيه كاميرات و فيه عمالة على طول و فيه كونك جمعية متخصصة في المساجد يجب أن يكون لك قيمة مضافة عن غيرك فلدينا تحكم أو مراقبة تحكم من المركز الرئيسي لكافة مساجد الجمعية يبلغ عدد 210 مساجد بفضل الله و أيضا لديها مراقبين ميدانيين على مدار الساعة لمتابعة المساجد و تكون على مدار الساعة من مركز المراقبة التحكم و ثلاثة إلى أربع رحلات لكل مراقب على المسجد تتضاعف هذه الزيارات المواسم و يراجع كل مراقب ميداني أكثر من مئة بند على كل مسجد حتى يضمن خدمات المسجد الخدمات الداخلية في المسجد متنوعة منها التعطيل و التعقيم و النظافة و أيضا الصيانة لأننا لا نترك المسجد فقط بعمال نظافة هناك ورشة متنقلة من المقاول المتعهد بالصيانة تحتوي على فن تبريد فن كهرباء فن سباكة و هناك لدينا صنفين للحالات الطارئة و غير الطارئة فالطارئة لا تتجاوز ساعتين من البلاغ و غير الطارئة إلى 24 ساعة و هذه الأعمال يقوم بها مقاول يحصل على التأهيل أولا لدى الجمعية ثم يدخل كمنافس مع غير المقاولين و يلتزم بكراسة الشروط و المواصفات التي تقوم بها الجمعية و بنتها خلال هذه السنوات التي عملت فيها ممتاز طيب أنت تكلمت عن المساجد الذي في المحطات من الشائع و المعروف عند الناس و أريد صحيح لي هل هو صحيح أو لا أن أهل المحطات هم ملزمين ببناء المساجد صحيح ما دخلكم من توية الجمعية و حقيقة الآن مثل ما ذكرت نظام التأهيل صار يلزم صاحب المحطة أنه يبن المسجد و يشغل و يصونه حان اليوم جمعنا بين عدة تفاصيل المتبرع خلني أقولك سلوك المواطن عندنا أنه إذا أراد أن يتبرع عن والد أو والدة أو عن قريب له أو يتبرع عن نفسه يتوجه مباشرة إلى المساجد المتبرع لما يتوجه إلى المساجد و يرغب ببناء مسجد داخل إحدى المدن فيلزم بتكاليفة عالية جدا كونه منزم ببناء بيت الإمام و المؤذن فيتقى في تفاصيل كثيرة فيبلغ قيمة المسجد الواحد أربعة إلى خمس مليون ريال فيلجأ بهذه الطريقة إلى المساجد لأنها أقل تكلفة كم يتكاليفة؟ يعني تبدأ من مليون فيها إلى خمسة مليون في مواصفة مختلفة يعني لا لا المسجد لعطرق نعم تقريبا من مليون ريال وأكثر الأمر الثاني أنه يعني بدل ما يدخل خمسة مليون في مسجد يضع في خمسة أو أربع مساجد الأمر الآخر أنه المتبرع يحرص دائما على عدد المصلين فمتوسط عدد المصلين في المسجد الواحد في اليوم الواحد في غير المواسم ألفين مصلي و مصلية بعض المسارد عندنا المتميزة يطلقها أكثر من ألفين مصلي و مصلية بين المغرب و العشاء فينظر إلى عدد المصلين فيلجأ إلى الجمعية هنا يأتي دور الجمعية في التمكين للمتبرع أيضا و صاحب المصلحة صاحب المحطة يدفع نفس قيمة المسجد في التشغيل و الصيانة على مدى خمس سنوات أو سبع سنوات فخلال العشرين ثلاثين سنة يدفع قيمة المسجد ثلاثة و أربع مرات مالك المحطة صحيح لأن التكلفة الشهرية للمسجد على الطريق ليست كمسجد داخل المدينة لأن التشغيل عليه عالي جدا نعم أعداد مهولة جدا و كبيرة و يكون على مدار الساعة ما يغلق نهائيا لو أغلقت المصلة في المرافق لا بد تكون مستمرة لو تضع سجادة في الخلف حتى تحافظ على المسجد فلا بد تكون الصيانة مستمرة و متوسط تكلفة المسجد في الصيانة و التشغيل سبعة آلاف ريال شهريا و يعني كراسة الشروط و مصفات الجمعية تنص على أن يكون المسجد بنوع صابب محدد منظفات محددة مناديل محددة المراقبة التي ذكرت أنه يطلع يزور المسجد يعني لا بد أن يتابع المخزون لدى المقاول في ذلك المسجد بحيث أن لو كان الكمية عند أقل من 14 يوم فيخالف مباشرة لأنك انتبت عن الأقرب مدينة و أقرب مركز 400-300 كيلو فكيف ستحضر صابون أو مناديل بنفس المواصلات المطلوبة منك صح فهذا من حكمة الإجراءات لدينا في الجمعية فهذا اللي ربطناه بين صاحب المصلحة و بين المتبرع و وفقنا بين الجميع فصار العمل التكاملي بالأطراف كافة الشركات المؤهلة تستعمل لمساجد لكن الراغبين و لديهم مبالغ قليلة فنلجوهم لهذا الخيار بل عندنا متبرعين تبرعوا به هلالات بفضل الله عز وجل و أقيم الجوامع من تبرعاتهم نحن فعليا قبل 20-30 ما نحن مثل بعد 20-30 في التلفزيون السعودي طرقنا المساجد على الطرق و بصراحة أنه كان يعني أذية شعور الناس و هم يدخلون تشوفهم في الشوارع كذا باتتين شموغهم يصلون لأنه يقول المسجد ما هو مهيئ لكن وجود جمعية مثلكم نعتقد أنها حلت هذا الأشكالية لكن ما زالت 210 ترمي بشي صحيح يعني أمام يعني حصرتوها لأعداد المساجد كامل نعم على مستوى المملكة أكثر من 4500 مسجد داخل محطات و خارج محطات أخذت منها 210 إلى الآن 210 مساجد أولا لأن التكاليفة عالية جدا و الأمر الآخر أن عندنا سياسة أول ما بدأنا في الجمعية نضع كل 80 إلى 100 كيلو مسجد بحيث أننا نبدأ شيئا فشيئا و كان هذا المعيار قسناه على أن الأول مصلي لم يعني يرغب في جمع صلاة المغرب و العشاء فقلنا يعني يقطع من بين المغرب إلى العشاء قرابة 800 كيلو فيستطيع أن يصلي في هذا المسجد ثم المسجد الذي يليه المسادف كبير جدا و الحمل كبير الرؤية يعني أسندتنا بشكل كبير جدا لذلك في استراتيجية الجمعية 2018 إلى 2022 حققناها مباشرة في سنة ونص و كان فضل الله عز وجل ثم دعم الرؤية لهذا الأرقام سمولي العهد أعلن بأن خلال 2030 سيكون عدد السياح تقريبا 150 مليون أو أكثر من 150 مليون في ميزانية 2024 أعلن عن أكثر من 88 مليون سائح هذه الأرقام بشكل مباشر تؤثر على السياحة أيضا تؤثر على المساجع الطرق السريعة و مثل ما ذكرت لك المسلم و غير المسلم يستخدم المرافق فهذا يعني لا بد أن نواكب الحدث الذي حصل الآن و مثل ما ذكرت لك أيضا حتى منصة إحسان آمنت بهذا الدور الكبير للجمعية و بدلت قصارة جهدة في تحقيق ما نصبوا إليه حتى نصل إلى 2030 بإذن الله و العمل متكامل و المنتج متميز نقدر نواجبها المجتمع و نواجبها الزوار و المقيمين من المعتمين و الحجاج بإذن الله فاصل نكمل بعد ما تبقى ببرنامج سعر السعودي فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم و أهلا بمن انضم إلينا الآن نتحدث عن جمعية العناية بمساجد الطرق و أرحب بمديرها العام الأستاذ ناصر الدراهم حياك الأستاذ ناصر حياك الأخي سرح تكلمنا على مستهدفاتكم و أرقامكم الرائعة خلال الجزء الأول متابعتكم بعد البناء هو تقريبا نشاطنا الرئيسي الصيانة و التشغيل الصيانة و التشغيل هو مسار الجمعية لأنها على اسمها جمعية العناية بمساجد الطرق يهمنا كثيرا أن المسجد يصان و يشغل على مدار الساعة فبعد البناء مباشرة ننتقل من إدارة المشاريع لدنية في الجمعية أو قسم المشاريع إلى قسم الصيانة تبدأ عملية المراقبة و أيضا المتابعة و تقييم أداء المقاومة متاهدة بالصيانة و أيضا مباشرة الحلول التي تساند في تحسين تجربة المسافر فالصيان و التشغيل هو نشاط الجمعية الرئيسي لهذه المساجد طيب إراداتكم في الجمعية هي طريقكم الاستدامة أذكر أني غطيت واحد من المساجد في كورونا أو قبل كورونا بشوي الذي هو على طريق القصيم أول طريق الرياض نعم تفاجأت أنه هالمسجد كامل مبني من موظفي وزارة السياحة نعم صحيح وزارة السياحة أو كانت بها اسم هيئة السياحة هيئة السياحة و كذلك عدد من الجهات دخلت مع الجمعية هي مبادرة من سمو الرئيس الفخري الجمعي الأمير سلطان بن عبد العزيز و كان سموه يقول أن المتبرع صاحب المليون والمليونين يستطيع أن يصل للجمعية لكن أنا متأكد أن هناك متبرعين بالريال و خمسة و عشرة يرغمون بالبناء لذلك سأبدأ لما كان سموه رئيس لهذه السياحة سأبدأ أنا و زملائي باستقطاع مبلغ شهري حتى نقوم ببناء مسجد و نضع عليه اسمنا و في حال لم يكتمل التبرع ستكفل بباقي المبلغ خلال أربعة أشهر اكتمل المبلغ و لله الحمد و تم بناء مسجد لمنسوهية السياحة بعدها تم تفعيل هذه المبادرة مع كثير من الجهات اليوم الحمد لله افتتحنا مسجد وزارة الصحة مسجد منظومة البيئة و المياه و الزراعة مسجد موارد بشرية و التنمية اجتماعية أيضا مسجد منظومة النقل الآن بطريق الهيئة السعودية لبيناء الذكاث تناعي سدايا و أيضا وزارة الطاقة خلال أيام القادمة قبل أسبوع من الآن أمانة منطقة الرياض أطلق مبادرة المسجد منسوبي الأمان و أهاليهم فصارت هذه الثقافة حقيقة رائدة و كان هداف سمو الأمير أن اليوم نبغى جميع المساهمين و جميع المواطنين يشعرون لهم تجربة في التحسين أو لهم دور في تحسين تجربة المسافر لو ما كان هؤلاء الناس ضمن القطاعات عندكم أيضا الـ SMS نعم لعموم الناس نعم صحيح التبرعات طبعا هو الرسالة على الرقم 51-1-2 يرسل الرقم 1 للتبرع بـ 12 ريال شهريين يعني 40 هللة يوميا حنا طبقنا مسألة أنك تتبرع يوميا و أنت لا تكلف نفسك باتخاذ أي إجراء مباشرة يحسن منك 40 هللة أو 12 ريال في الشهر أبشر كبو طلال اليوم الحمد لله تم اكتماع ثلاث مساجد من هذه الهللات 40 هللة يوميا الآن أو تقريبا ثلاث جوامع أحدهم على طريق رياض الدمان الثاني على طريق مكة المدينة الأسبوع القادم على شرف سمو الأمير سطام سلمان رئيس فخري و سمو أمير منطقة المدينة افتتاح ثالث مساجد الرسالة النصية على طريق المدينة مكة و في القادم إذا الله إن شاء الله خلال المرحلة الأولى سنكمل 13 مسجد من تبرعات الرسالة النصية سبحان الله قليل و دائم خير من كثير من قطع اللي يشوفني الحين أنا يعني أحثك أنك طلع جوالك و ترسل رسالة فارغة للرقم 5-1-1-2 عشان تتبرع ب 10 ريال صح؟ صحيح و إذا تبغى تتبرع ب 40 هلا له يوميا و مستدامة و الله يطول في عمرك ارسل رقم 1 إلى 5-1-1-2 لتنضم إلى قافلة المتبرعين للمساجد على الطرق الكل يسافر بر و أغلب الناس اليوم تسافر بر و نبغى مساجد نظيفة من الرسائل بنوا ثلاثة مساجد إن شاء الله أنها تكون آلاف المساجد بسبب الرسالة النصية و حث الناس عليها و تنقلوا هذا الرقم و الدال على الخير كفاء على 5-1-1-2 سيد ناصر كيف استدامتكم المالية؟ طبعا الجمعية التي لا تضع الاستدامة في بداية تأسيسها هدف فلن تستمر مع التحديات التي تواجهها الجمعيات و القطاع الربحي الحمد لله الجمعية اليوم و وصلت إلى مرحة متقدمة في برنامج الاستدامة أطلقت أول صندوق وقفي على التاريخ الإسلامي لمساجد الطرق فكان في 2019 و نهاية 2019 و أبتد من 2020 اليوم الحمد لله يحقق طبعا الصندوق نمو و عوائد حقق الآن إرادات فوق 33% تراكمية بفضل الله عز وجل مذو التأسيس أيضا الجمعية لها ممارسة و تجربة جميلة جدا في الاستثمار و في الأوراق المالية فلديها محفظة متنوعة متوازنة في عدد من الاستثمارات عوائدها تصل إلى 6 أو 7% سنويا الحمد لله اليوم الجمعية متوجهة يعني اختيار أول وقف عقاري لها بحول الله في مدينة الرياض خلال الأشهر القادمة بإذن الله ما شاء الله عندكم تعاون مع جمعيات ثانية؟ نعم الجمعية عموم القطاع يقوم على التعاون ثم التكامل ثم التحالف لدينا جمعيات بينهم تعاون كبير جدا في المجالة ذات العلاقة بالمناسبة اليوم الجمعية أطلقت مركز التميز للمساجد و يقوم بإثراءة تجربة للجمعيات المماثلة من جمعيات المساجد التي بلغ عددها اليوم قرابة 60 جمعية على مستوى المملكة متخصة في المساجد فهذا المركز سيمثل حاضنة لتلك الجمعيات لتدريبهم و تأهيلهم على المزح و التصاميم و النماذج و أيضا إدارة المشاريع في المساجد ممتاز الآن الله يسلمك لو أقول لأستاذ ناصر وش المشروع الذي أنتم متفاخرون فيه في جمعية مساجدنا على الطرق؟ طبعا أبرز المشاريع التي تخفر بالجمعية هو مشروع الرسالة النصية هو حقيقة الذي غير واقع مساجد الطرق بفضل الله هذه الهللات التي يراها المشاهد و قد يعني يستقلها كثير من الناس قليلة أو لا تؤثر الحمد لله تشغل سنويا أكثر من مئة مسجد و الآن المرحلة الأولى نستهدف بناء 13 مسجد المرحلة الأولى طبعا فهذه الهللات القليلة يعني حقيقة لها تأثير كبير في تمييز الجمعية و في عملها فيمشكلنا جانب استدامة كبير و الله الحمد و الجميل في ذلك أن المسافر يتوقف في كثير مساجد و لا يعلم أن التبرع بهللات في هذا المسجد و التي الحمد لله أثرت بشكل كبير على المصلي و راحته متى أكثر التبرعات تجيكم يوم الجمعة عصر الجمعة بعد صلاة الجمعة و لا أي وقت من أيها و الله غالبا يعني تكون متوصل الأسبوع و قريبة من الرواتب أيضا في المواسم رمضان و الحج و لله الحمد الجمعية اليوم الحمد لله عندها متجر أكتروني أو موقع أكتروني تستقبل فيه التبرعات عبر جميع وسائل الدفع من ريال إلى ما لا نهاية يستطيع متبرع أن يتبرع لأي مشروع يرى أما الأوقاف التبرعات العامة للمساجد البناء الصين و التشغيل مساجد طريق الحرم قبل أمس أطلق لمسجد طريق الهجرة و أتمنى أن متابع برنامج الشارع السعودي يتبنون هذا المشروع مساجد طريق مكة المكرمة من دين المنورة أجل رسول صلى الله عليه وسلم و بإذن الله إن شاء الله نتطلع إلى الإعلان عن إتمام هذا التبرع من خلال البرنامج أشتبي بس أمر نحن نتمنى أن طريق الهجرة يكون من متابعي لبرنامج الشارع السعودي ممتاز دعنا نسوي على تويتر أسره على ما قال تويترية و نشتغل عليها نحن نجاهزين بإذن الله بإذن الله و اليوم المجتمع ترى يحب الموثوقية لأنه اليوم أعتقد أنه الكل يعني يدور على الأجر من الله سبحانه وتعالى و في نفسه لوك تدور على الموثوقية صحي و جمعيتكم فعلا موثوقة أبرز قصة أريد أن نسمع قصص من وحية الجمعية والله من يعني أعجب القصص حقيقة لي ممكن أن تؤثر في مسيرتنا كلنا و دائما تحفزنا أن كان يعني أحد ساركي الطريق وجد مسجد يحتاج إلى إعادة بناء فدل الجمعية عليه و الجمعية استكمت أوراقها و بدأت بتنفيذه ثم تفاجأت لاحقا أن الذي دلهم على المسجد قد توفي و قد دخل هذا المسجد بإذن الله في دلالة الجمعية عليه كوقف قائم له إن شاء الله غدا قيام الساعة حقيقة أن هذا كان من أبرز النقاط المؤثرة من ضمن المتعاون مع الجمعية كأنك تقول الآن والذي أنا قلتها في بداية الحلقة أن أي أحد يرى مسجد متهالك دوره أن يكلم الجمعية صحيح يكلمكم على تويتر نعم و إلا لكم رقم نعم فيه رقم للجمعية و على تويتر و أيضا على بوقع الجمعية في وسائل التواصل كاملة و هذا بلاغ كامل أن يكلمكم فيه بعدين و ما العالية؟ مباشرة تقوم الجمعية بتكليف فريق مختص بمسح المسجد و قياس الاحتياج فيه ثم إدراجه عند المسارات التابعة للجمعية أما البناء أو الصيانة أو التأهيل بعد ما أنت تبني و ندخل المساجد يعني أنا دخلت واحد من المساجد على طريق أعتقد الجبال و صورت حتى صورت العامل و اللوغو حق مساجدنا على الطريق كردة فعل إنسان شاف مسجد نظيف كيف شفتوا تفاعل للناس؟ النتيجة الثمرة؟ والله الحمد لله يعني يمكن لعنا نفصح أنك أحد سفراء الجمعية أبو طلال يعني من كانت تعليقاتهم صغيرة فسأل الله أن يكتب أجرك و كان هذا بدعم منك و مبادرة منك و حنا دائما متنين لدورك الكبير معنا أبو طلال الحمد لله نجد أن الناس يعني كثير منهم يعني ترى أنا شفت مقطع لفلان أو صورة لفلان شفت صراحة غدا تتكلم عن الموضوع شفت فمباشرة يبدأ يسوق للجمعية بلان على هذا المقطع المنشور أو الصورة و وجدنا أثرها و لمسنا أثرها حانا اليوم تجربتنا الكبيرة جدا اللي بفضل الله عز وجل سفراء الجمعية و أنا ودي يعني أذكر الناس أن أعلننا في 2019 و كررنا اللام في 2021 و اليوم نكرر مرة أخرى عبر شاشة برنامج الشارع السعودي لها كوكب متميزة من السفراء ما يتقضونها هللا وحده لخدمة بيوت الله عز وجل اليوم الجمعية وصلت هذا العمر إلى هذا الآن من 2017 إلى اليوم من تأسيس الجمعية و اطلاقها كمؤسسة لم تدفع هللا واحدة مقابل إعلان ولله الحمد الناس راغبة في التغيير محبة للمساجد مجتمعنا يعني وطن طموح مواطنه مسؤول كما نصت الرؤية يعني ولله الحمد فهذا اللي وجدناه الحمد لله من أثر الناس و دعمهم طيب الدخل اليوم من الجمعية أنا فهمت أنه عندكم استدامة عندكم فكرة اللي بداها الأمير سطام سلمان اللي هي الجهات الحكومية تتبنى مسجد عن طريق استقطاع شهري من الموظفين عندكم أيضا الرسائل و عندكم السكوك الوقفي نعم و وش كمان؟ السكوك الوقفي ممكن ما معلقنا عليها هي تقريبا البرنامج اسمه البرنامج المارع الرابح نحول هدية الدرع و خلافة إلى سك وقفي دائم و مستمر و من أنجح التجارب عندنا و قد تكون من التجارب المؤثرة هو الراحل عبد الله بن عبد الرحمن العقير رحمه الله كان يعني يعني معجب بطريقة الجمعية في السكوك الوقفية و أقنى أحدى بناتها بأنها تحول مبلغ قيمة الزواج إلى سكوك وقفية فيقول قصد تكلفة الكرسي مع عشاء الضيف تحولتها إلى سكوك وقفي و فعلا تقريبا ربع مليون ريال دفعها للسكوك الوقفية و يقول أنا أريد الناس يدعون لأبنتي و زوجها و أيضا لمن يأتي بعد ذويهم يعني لهذا التبرع و هذا الصدق الجاري و الله الحمد يعني الحين كأنك تقول للناس اللي بيهدي أحد بدلا ما يهديه درع و اللي يهديه ورد و اللي يهديه هدية عينية ممكنها يعني غير مستدامة يفاجأ بسك وقفي و يطلع له بي دي اف كويس محترم و يرسلها له على جواله و يصل إلى بيته إذا راغب أيضا بي أنه يتبروز و كده نعم و له بروازة و يصل إلى بيته حتى بعض محول حفلة التخرج إلى تبرع فبدلا ما يدفع خمسة لاف عشر لاف أكثر أقل يحول إلى سكوك وقفية و الناس تدعيله و تتأثر و فعلا مثلا بعض الناس يقول أنا والدي و والدتي ترى السكوك وقفي مركوز في وسط البيت لأنهم متأثري من هذه التجربة والله هذا المجتمع ترى فيه خير و الشارع السعودي أعتقد بيستجيب معها التجربة الرائعة حولوا هداياكم إلى سكوك وقفية عشان المساجد على الطريق تكون يعني تمثل النظافة المسلم و أيضا تمثل الثقافة السعودية فيه ثلاثة ثانية و ما تقول أستاذ ماصر والله أنا أقول يعني في آخر اللقاء و لله الحمد فيه أكثر من مئة ألف شخص والله لا نعرف أسماءهم و لا أرقامهم و لا أماكن تواجدهم لكن ما يعلمون لله عز وجل أحب أوجههم شكر و امتنان و دعاء مستمر حقيقة من المسافرين و من ناحن القائمين على الجمعية و منسل الإدارة و غيرهم بأنهم كانوا هم المؤثرين في تجربة الجمعية هم مشتركين رسائل النصية حقيقة و بدون مبالغة هؤلاء أكثر من مئة ألف شخص لا نعرفهم و لا نستطيع الوصول لهم لكنهم يجدون أثرهم على الطرق و من حسابات الجمعية فكل الشكر و الامتنان لهم و شكر الله لهم شكرا لك أستاذ ناصر دريهم المدير العام لجمعية العناب مساجد على الطرق كنت ضيفا معنا في حلقة عن مساجدنا على الطريق شكرا لك ألا أفو شكرا لكم لا تذهبوا بعيدا فاصل لكم بعدما تبقوا من برنامج سعودي فابقوا معنا بيضا لوجه الفقرة اللي احنا ننتظرها في الشارع السعودي عشان احنا نعرف كيف يفكر جمهورنا وش في خاطرة وش في خاطرك الان نتابع رضا الله سبحانه وتعالى و حسن خاتمة و ستر و صحة و عاطية طبعا أنا مصور و ننتظر الضباب يوصل بس كده عشان نافل له لقطة فيديو جميل مع نجوان جميلة رضا والدينا و الوظيفة بإذن الله تعالى شيء حالي زي حال اغلب الشوق الكورا يعني هي اللي يتحكم بروتينا كامل فاتمنى الاتحاد يتعدل بس اتمنى الاتحاد ندعم زي الهلال زي النصر زي الفرق الثاية تعبنا الله والله تعبنا الاتحاد اعلى حضور الاتحاد هو المسوق الرئيسي غير الفلس فبس اتمنى الاتحاد يتعدل بس رضا الله ثم الوالدين و يسخرني ربي لخدمة ولاة الامري و وطني في خاطر يشوف هذا الوطن شبابه يعانق السحاب تحقيق رؤية سيدي ولي العهد حفظه الله في خاطر يوظيفه و رزقا طيب ان شاء الله في خاطر اشياء كثيرة اول شيء في خاطر انه ابن مستقبلي وتوظف وظيفه يعني اطمح فيها بإذن الله في خاطر يرضى الله سبحانه وتعالى ثم ورضى والدي ورضى الناس من حوليه تتارى تتارى بمهندشة ودول بابا نحبت في خاطر يدون الصح والعافية لأمي وجميع منهم خاطري عم السنة خاطري ان كل الناس تتمنى الخير البعض اذا شفنا احد ناجح ندعمه في نجاحات وندعيله اقل شينا ندعيله و الله يوفقه ما نوقف في طريقه زي العثرة ما نحبطه الانسان يحتاج كلمة بناءة بحياته كلها ايش ما كانت مسار حياته نحتاج كلمة بناءة تخدمه وتدعمه وتقويه يصير انسان بعيد عن الشك بعيد عن انه فاقد ثقته في نفسه كلنا عبارة عن كومة كلمة حلوة تكون كلمتنا طيبة وداغمة والله ابقى رضى الله ثم رضى والديني واني بإذن الله ارجع الشرقية وجايب شهاده طرف الرأس بإذن الله عليك ما في خاطري شي قال يلغايب اللي في عيوني مكانه ارسل وتلقاني على خط الإرسال ويجاوبك جزر القصيدة وحنانة الشارع السعودي هو انعكاس لاهتمامك وطموحتك اكتبوا لنا رأيكم نقدكم على حساباتنا على شبكات التواصل الاجتماعي شارع السعودي وقناة سعودية سنسمع سنتفاعل وايضا احنا نتعلم منكم في كل ما تكتبوا